ضبط الأسواق منع الممارسات الاحتكارية الفصل ما بين البائع والمشتري دي كلها من ضمن مهام جهاز حماية المستهلك ازاي بنحافظ على المواطن ازاي بنحميه وبالاخص في ظل الظروف اللي احنا فيها في البداية خلنا نقول ان جهاز حماية المستهلك هو احد اجهزة الدولة اللي انشئ خصيصا لحماية وصول حقوق المستهلكي ده بيتماشى مع توجهات الدولة الاستراتيجية اللي بتتبنها الدولة في الاهتمام بكل مشكلات المواطنين توجهات السيد الرئيس عفتاح السيسي الدائمة في ضبط الأسواق حماية وصول حقوق المستهلكين فالجهاز بيقدر رسالته بفريق عمل من الشباب لتنفيذ برنامج الحكومة اللي علانه سيد دكتور مصطفى مدبوري لضرورة ايجاد آليات غير تقليدية لضبط الأسواق للتفاعل مع شكاو المواطنين لان هناك تزايد في عدد الشكاوي بيحتاج الى آليات غير مماطية وغير تقليدية لابد ان احنا نواكب هذا العدد بآليات وفكر جديد الجهاز من خلال منظومة عمل متكاملة سواء الدور الرقابي سواء الدور الخاص بتلقي شكاوي المستهلكين والعمل على حلها في اطار من السهولة والعصف سواء الدور التوعوي هناك دور توعوي العمل على رفع وعي المجتمعي في اطار المنظومة الاستهلاكية لان بدون وعي مجتمعي لا يمكن ان تأتي الجهود المؤسسية بنتاجها ده شعار جهاز حماية المستهلك التوعية الرقابة والحماية الجهاز بدأ في استحداث آليات جديدة ان يبقى في منظومة ترقي الشكاوي تبقى على مدار اليوم بدل ما كانت بتقعد للساعة ثلاثة مساء الكول سنتر بدأنا نفعل منظومة الكول سنتر من خلال الاستفادة من فكرة الشابات الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة التضاون الاجتماعي وكانت تجربة نجحت وقدت الى نتائج ايجابية وبقى عندهم خبرة ودراية بكيفية التعاون مع شكاوي المواطنين الاستماعي شكاوي المواطنين تسجيلها احالتها للفحص ده من خلال مرصد الاعلامي من خلال ادارة الاتصال او مركز الاتصال الخاص هو الكول سنتر خاص بالجهاز المرصد الاعلامي ده ادارة اخرى لرصد الاعلانات المضللة فبدأ الكول سنتر يعمل على مدار اليوم على مدار اليوم